في واحد دولي دي المؤسسات راعدنا واحد طريقة منهجية دي العمال دي الوزارة دي المندوبية السهمية التخطيط اللي كتقول لنا بأنه 8-9% دي الناس نتعيدوش وقديرها كل عام ومعروف هذه الإحصائيات طيب احنا كنقوموا كذلك إحصائيات طيب ارى نقلية السيرة كذلك كنلقوا هذا العدد تقريبا هو هذا 1-10% وهذا راجع لبثاف دي الاسباب لنا فيها ماكلا ما فيها اسميته أسيرونس واسمح لي لا 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 كن أخذك وأسمح لي كمل لك لا 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 نخليه مغالطة المغالطة هنا كتقول لنزل بأنه الحولي واصل حتى الهنا وأنا جئت لقيت مع الناس اللي اللي رم جايبين جايبين رجائرة في الباطل واصل حتى الهنا بخمسة 53 دنم ماكسيما هذا الحولي اللي عنده القرون عنده الزنطين اللي كيعيدوا عليه المغارج عائلة واحدة انت عن ناس توصلوا للطلاق. كاي يجي المرات تبقى تزقي عليه ومين تزقي عليه تقول له واش هذا هو العولي اللي ش بتولي. واش احنا مغاربة او لفين. انا كان قولك الواقع المغربي شنو كاي. ايه ولكن واش منطقي. واش منطقي. خلينا من المنطق رام. يا اخوة تصوروا معي. ان الحوالي اللي كينين حاليا في الاسواق المغربية. واللي وصل 8 ديالهم الاكتر من 3000 درهم ربعالاف درهم. هو في الحقيقة 8 ديالهم الحقيقي. هو 600 درهم 700 درهم في رومانيا والبورتغال واسبانيا. والحكومة المغربية بقيادة عزيز اخ نوش. كي يجيبوهم وكيبيعوهم من الشعب المغربي بهذا التمن هذا. فكيفاش كنتم هات الصفقات الغير الشرعية. هات الشهادة اللي غاد يتعرفوا عليه في هاد الحلقة بادق التفاصيل. انطلاقا من واحد المواجهة اللي كانت نارية وساخنة بين ممثل الشعب المغربي. وبين ممثل حكومة. في برنامج مباشرة معكم. صراحة بهدلو اعطاه على ياشي دور. فكان قوليك. إليك انتي اول مرة كتشوف هاد القناة هاد القناة هاد القناة الشعب اللي كتفضح تلعوبات في الفسد ديالهم. اشترك فيها. واهج يكمل معايا هاد الحلقة. نصبح لي. ما يمكنش تقول لي لانها شعيرة. مشاو المواطنين بغوا يخلصوها غالية. ما كيناش هاد. ما انت حدا يكون شي مغريبي بغى يخلصها لانها شعيرة. كين الحج اللي هو فرد. ومين يزيدوا عليهم شي حاجة كي يحتجوا عليها المواطنين. باش كنوا واضحين. انا كن مثل المستهلكين. المستهلك ما كان شي مستهلك اللي يقول لك لانها شعيرة. إذن غادي يزيد فيها الفلوس. لانها شعيرة كي يبتزوها باش يقدم هادك الشي اللي كي يقول عليه الأستاذ. هذا ابتزاز لانها شعيرة. كل مكان الشعيرة ما يشريش. واحد العادة الدبل الحم اللي يتكلمنا عليه راه فعلا. بغض نظر على الشعيرة. خلينا الشعائرس. واللحم دبلر يدير 1120 درهم حتى 130 درهم متاع الغنة. ويدير 80 وحتى 100 درهم بالنسبة للبقاء. وفرها الدعمتاع الدولة اللي التعطاء. وفرها هذك البرامج. لان هذه موضة ثلاث سنوات. وهناك برامج اللي كتدعم القطاع الفلاحي. من هار اللي كان سيدنا دار اجتماع. وحتى على انه استعطاء ميزانية كبيرة. باش ندعموا هاد القطاع. لان هناك الجفاف. الجفاف الان. ولا مشكل هيكالي في المغرب. لا يمكن ان ننتظر حتى يجي العيد. ونقول السلام عليكم. يوانا نشوفوا كيفاش نديرو. غادي نستوردو. انا لحد الان استاذ ما زل مفهمش. عندنا عرض متاع 7.8 مليون. عندنا طالب متاع استاذ المليون. ومشينا نستوردو. فهموني. حسب توقعات ستليات الف رأس. ها يتقلينا منذ سنوات. وانا نقول لك واحد القضية. ما حدنا غادين والعيد. الناس مقاش تعيد بزار. والله كينقص. طالب. روح تشوف انتعطونا الإحصائية. وقلوا انتش. اش حد تذبحها في الفين وعشرين. وش حد تذبحها في الفين وعشرين. واثنين وعشرين وثلاثين وثلاثين وثلاثين. كان هناك انخفاف. لان كانش قدرة الشرائية انتع المواطني. واحد العدد انتعنا استطورت عنهم ثقافة انهم يتعاونوا باش يشري وحولي واحد. وكل واحد العدد انتعلي على الاعتبار. شوف سمجدبوش. بالصح كينها التراجع في العدد ديال ديال الاضاحل اللي للي للي لكينة. وحاجة اخرى. يلا انه استفده. كما قلت يقول شين قدرون من دعم. شي هو انا كان قلت الدولة اعطت دعم. الله يعلم واشتفد به هو او غيره. لا يمكن دوع الكسبة. انا كان دوع المهنيين. من ميزانية انتع الدولة خرجت عشرات المليار وعشرات المليار وعشرات المليار. النصف ديالها يمشي القطاع المواشي. ولحد الان ما زال عندنا اشكال اننا نستوردو. وهذا الارقام انا عندي اتقاف سيد الكاتب العام لانه وعليش هادي نستورده لعندي العرض اكتر مقطع. اغل خلي هو يجوب. ولكن خلي السيد بجدوبي يجوبني على هذه القضية. غير هي ما ننسوش استاذ جامع اننا خارجين من كورونا. وعندنا خمس سنين من السنين ديال الجفاف. وعني انا من هذا المنبر احيي الكسابه. انهم بدلين مجهود كبير. لانه كان مجهود كبير ديال الكسابة اللي وجدوا هذا المنتوج. وكان تدخل ديال الدولة. لانه كان تدخل ديال الدولة. في الاسعار ديال الاعلاف بعض الاعلاف. ولكن كان واحد المسائل الخرى اللي هي التبنو الفصى. الفصى هذا العام دارت ميدرها من البالة. اللي ما عمرنا سمعناها. لانه كان جفاف. وجفاف المسترسل. دونك هذا هو اللي خلال. وهذه العامرة اللي منتوج بواحد الجودة كبيرة. وما ننكرهاش انه كان مجهود. في الوقيت ديال شهر ثلاثة اربعة خمسة. الفين وثلاثة عوشين. هذك العشر مليار اللي يتكلم عليها أستاذ. تعطيت واحد دم. يعني انا كسب. بدون لغة الخشب. تعطيت هذك الأخر. باش كانت تزاوج. وبها باش كانت الولادات في شهر 11-12 وشهر واحد. الفين وعشرين. بينها واحد الخرفة اللي ما سيوجده في هذا الوقت هذا. يعني. وأنا. يعني. وطمئين. ماشي لي أنه. الاجتماعات اللي درنا. مع السيد الوزير. وسيد الكاتب. على أساس أنه. على الشيء سيكون استيران. فعلا. كان. كان الوفرة. الاستيراد. لأن هذا كان واحد القرار الاستباقي. لأنه لا يمكن حتى الأخير اللحظة. بدينا الترقيم الأغنان في الأوائل رمضان. ونحن ما عارفين. ماذا سنوصلون إلى 6 أو 7 أو 8 مليون. حاليا. تضحت الصورة. أنه وصلين إلى 5 مليون اليوم. الوثيرة ماشية ب120 ناف. كان 400 مرقم من الكيناف جميع. نحن المغرب. لأجل هذه العملية. وقد تفوق. سيد وزير قال. ليوم الاثنين أمام الضرلمان. ستكون هناك. 7.8 مليون رأس. بالتفاصيل. 6.8 مليون الأغنام. ومليون المعيز. والطلب استاد المليون. 5.4 مليون الأغنام. و600 ألف مليون. نعود السؤال. ربما من ملاحظة القدر. ماذا معنا. الطلب هذا. العرض يفوق الطلب. لا أصلا الاستيراد. لا تسعرى. ما يجواب عني. تفضل. شكرا لنا. هذه المسألة. العرض التي تقلع ملاسف القدر. سأذهب معه. بالنسبة للقاطع الوطني. ما هو القاطع الوطني. ما هو القاطع الوطني في البلاد؟ الآن. الإحصائيات دينا. وزارة الفلاحة. وهي إحصائيات معروفة. يمكنني أن نعود إلى التاريخ كامل. هذه الإحصائيات. نحن نترابحه بين 20 إلى 21 مليون. بعد مرة 2022 مليون. رأس الأغنام من غير 5 مليون المعيز. لدينا منطق أننا ورحبنا العرض. ما يمكن أن هذا العرض يفوق الطالب في العيد؟ فوقه بكثير. ولكن هنا هو الإشكال. الإشكال هو أننا نجحنا على الاستيراد. لكي نخفض ضغط المتواصل على القاطع دينا. لأنه مع تولي سنوات الجفاف. هناك مشكلة في التوالد. بحل اللي يهضر عليها السيد الرئيس الجمعية. هناك مشكلة في الكلفة دينا الإنتاج. لأن كل كلفة دينا جرمى ليس يكون شيء يقدر يربط الغنام ويوجدها إلى آخره. إذن بالنسبة للعرض. الأغنام موجودة. ولكن نحن نحافظه على رأس المال دينا اللي هو القاطع الوطني. ونخليوه. لذلك نقوله. كنا نقوله. كينا واحد نسبة تمشي لعيد الأضحى. اللي كالضرورية تمشي. ولكن الهدف دينا هو لأن هذا الشي دي الاستيراد. لا نريد دعم. الاستيراد نحن نفتوح من السنة اللي فاتت. ونفتوح. ما يخلص لا تعريفة جمهورية ولا تيفية. ومفتوح الجامع اللي بغي يجيب يجيب. لماذا نفتحين هذا الشيء؟ فتحين هذا الشيء باش نخفوه الضغط. باش ما يدبحون ناش الخروفات. باش ما يدبحون ناش نتوت. باش نحافظوا على هذه النواة الإنتاجية دي القاطع دينا. هذا أول الهدف من هذه العملية دي الاستيراد. وهي عملية مؤقتة. لا يمكن المغرب أن يعتمد على الاستيراد لتلبية الحاجئية في قطع الأغنام. اسميته خوصاً أن المغرب هي من الدول الكبيرة في إنتاج الأغنام. روحة نشوفه في الحوض البحث لتقارنها مع إسبانيا. نحن نعبد الأغنام كثير من إسبانيا. بأي تمام؟ بأي تمام. لماذا؟ نحن الإسبانيا لا يستهلكون الأغنام. يعني استهلاك الكيلوات التي تتحمل لكل شخص في المغرب. يستهلك الكثير من إسبانيا وإيطاليا وكثير من أحد العدد الدول. نحن نعيدنا في التقاليد. نستهلكه في الإنك الكبير ونستهلكه في المناسبات الأخرى أو في أيام العادية. ونحن نقاطع أكثر منهم. ونحن لديهم واحد الوفرة أنه يمكن أن يصدروننا وصدرون الشرق الأوسط. يعني العملية كلها مبنية على محافظة على القاطع الوطني من الاستعمال المفرس. نقدر بهذا التبرير. أستاذ عشنا مجموعا في الخضار والفواكه. من يكون العرض أكثر من الطلاب؟ يكون مضطر السيد يبيع بالتمن وربما يبيع بالخسارة. يعني لا نحبتش هذه الفكرة. ولكن العرض مع الطلب ما عدي لك أن تفاهم وكأن الاحتكار. هذه نتفق معك. وهذا الشي اللي كنأكد عليه. وإلى ما عالجناش ما عمره ينخفض. هو نمشي ولهذوك الناس تعش النقاء. ونعارفه الناس اللي رمي نتجل الغنم ديالهم في رمي يبيعوها للسوق. وما كانش الوساطة. ما فهمش هاد لغات الخشب. هادي السنوات وحنا كان هدروع الوساطة الوساطة ما زل ما فهموش. دابة أنا كان قولك دلع كايت تتجل الفلاح من بضرة دياله. كايت جو كايت بيعو بجوش دراهم. دابرة كيت بيعو ثمانية دراهم. ما فهمش. شكل رئيسيت هاد تمام؟ وش شرحونا إلا 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 رنا في المغرب رنا في المغرب ورنا فاهمين أنا كنمشي للسوق يوميا. كانت فاجأ. ولكن العرض كسر من الطلب. خصو ضروري أثمينة. بالخسارة وبالربح. واحد العداد رأي بقى في ضيعة الكليمونتين وذلك شي. بقى في ضيعة ما تبعش. وش يقولوا لي أنا خسرت عليها بزاف نخليها عندي هنا ياول. وكي السعرش كي يقول لك هدك القاطع إلا دبحنا رأي. لا شو بأ أستاذ. ما نحن غيحنا لهاد البلد بو أحدنا اللي مين ندبحوا كي ما يبقى مش لغنم ولا. رأي قال الأستاذ إسبانيا. أسمح لي. الناس رأي تعطي أهمية بزاف. للنعجة للشات هي اللي كتولدنا. أنا نعطي الدعم اللي يجيب النعجة ويجيب الشات. وتولد جوج ثلاثة كما نقشنا قبيلة في العام. وغادي نوفروا هاد شي. ما نحن. وش هدع عجاب. هذرة تكنولوجيا وتطور العلمي. وخصنا مطالبين نطور البحث العلمي. والحمد لله وزارة الفلاح عندها معهد. خصها تفكر. لأن قلت لك الجافاف أصبحت مشكلة. هي كالية في المغرب. خصها تفكر تشوف شنو هي السلالات اللي يمكننا تعطي لنا أكثر عدد. ونخرجهم. لأنه ليس فقط عمليا تحت استيراد. وعمليا تعطي خمسمائة درهم لكل واحد. وصافي. رأي هناك عملة صعبة اللي كتمشي. هناك قرص شغل اللي كتضيع. لأن هذلك الناس نجل من توجره ده. وهما الفلوس ده وكل شيء. نقشو هذه كنقطة الاستيراد بوحدة. خلينا نشوفوا السلك التانية. سماعي الأفكار عنده تفاعل معها. المشكل ماشي هو غلاء الأسعار في الأغنام. المشكل هو غلاء الأسعار في المغرب. غلاء الأسعار في المغرب خلق واحد الحالة نفسية. حتى عند الفلح. أنه هو نفسه إلا ما عودش. ذلك الأشياء اللي تيستلكها بأسعار عالية. غلاء يزيد في الثمن ديال الغنم. فالمشكل ديال الغلاء. ما جاي شي فقط من العرض والطلب ديال الأغنام. جاي من المشكل ديال الغلاء في المغرب. القدرة الشرائية. القدرة الشرائية. هذه القدرة الشرائية. منين جات أصلا؟ جات؟ أساسا من العناصر الأساسية. غلاء الأسعار ديال البنزين. هل الدولة ماشي جزئيا مسؤولة. فالغلاء ديال الأسعار ديال البترول وديال الغاز. لأنه تتحد واحد نسبة كبيرة. في السعر ديال المستهلك. اللي تياخدوا. إذن هذه نقطة أساسية. عنصر آخر. مرتبط بالنموذج تنموي في المغرب منذ الاستقلال الآن. وأنا كنت تستطيع من قبل. فبيع عمق. لماذا المغربة عندهم 3,400 أو 3,600 كيلومتر ديال الشواطئ. والسمك غالي عليه. إذن الضغط كله على اللحوم الحمراء. لماذا نحن الضغط كله على اللحوم الحمراء. مما يساعد في ارتفاع الأسعار. لأنه ارتفعت لأسعار اللحوم البيضاء. وبالخطوص السمك. في الوقت الذي كان المفروض. أنه السمك. يستهلكهم المغربة بزيال. تلعادة السلك يا أسل الكتني. ويخفض الضغط. تلعادة السلك يا الله. تلعادة السلك يا الله. بدأت شوية تبدل. بدأت شوية تبدل. ولكن تشوفوه تناخد. عندنا الشواطئ. وعندنا السمك. ولكن السماء غالب بزيال. بالنسبة لمستهلك المغربي البسيط. مع العلم أنه من ناحية الصحية. إذن الإشكالية المطروحة في المغرب. لماذا المستوى الضغط على الأسعار؟ مشكل كبير. مشكل جيد كذلك من الماء. لماذا الماء في المغرب؟ ترشيد دياله. تعطلوه فيه بززاف. مما نعكس على التجهيز في الاستقي ديال الأراضي. مما نعكس على الجفاف منها. لماذا؟ لأنه سياسة الماء في المغرب من دور الاستقلال. كل السياسة اللي متعلقة بالماء. ما تدويش على الغابات. مع العلم أنه الغابات والماء. وجهان لعملة واحدة. المغرب تغطية ديال الصحراء. عن تغطية الأراضي. متى تتجاوز 8%. مع العلم أنه المعايير الدولية تدخل 20% قصة الغابات. إذن السياسة الغابات ستكون موازية لحماية الفرشة المائية. وهذه من الأشياء كذلك اللي كتنعكس. أكيد عنك شيء تعقيم على هذه النقاط اللي سمعت. أكيد عنك. أكيد عنك. لن أجد قبيلة. أخبرك أحد المسألة. الاستيراد عملية استثنائية. لا تمثل شيئا بالنسبة للعدد الأضحي اللي كان دياله. نسبيا. تقريبا متوقع 600 ألف هذه السنة. متوقع. 600 ألف. حتى الآن وصلنا إلى 300 ألف تقريبا الأغنم التي تستوردت الآن. والعيد بقليش مزيد. يعني العملية مفتوحة. عنده واحد العميل. سيكولوجي طيب. بسيكولوجي. على الأسعار. لأنه لكي تدخل الأسعار مناسبة لعدة أسباب. بالنسبة للسعر الغنمي دياله. نظرا الجودة دياله. الهيئة دياله. وحاولي ديال السرديمي. يمكن تقارن بحاولي ديال ميرينو. سحتف الوقفة دياله. هذا الشيء يعرفون الجميع. يعني هاد مسألة ديال الاستيراد. بحالي شرحت في الأول. عندها هاد دور باش شوية تخفض الأسعار. وتعطي واحد له سينيال. واحد يعني واحد إشارة للسوق. ولكن الهدف من هالي. الندباء. هاد الدعم اللي تعتغي باش تسريع. باش في العيد. يكون تكون موجودة. وكي مفتوحة. ومفتوحة بحالي قد باش نخفضه على الضغط. عندي واحد المراحضة اللي كنتكلم عليه قبلها سيم القدور. على الناس. واش كيعيدواش مكيعيدواش. حنا في إطار تتبع. ديال الإحصائيات ديال العيد الأرحى. كل سنة كندروا. كنشوفوا. كندروا تقيم ديال العيد اللي فات. بإحصائيات مبنية. على يعني عينات. بوحد طريقة علمية ومنهجية صارمة. سنين من الحال هذه. مش حتى وقعت هذا النقاش العمومي على العيد. تقريبا عندنا 98% في المئة ديال المغربة دائما كيعيدو. لهذا العدد ديال واحد تسعة في المئة. ولا عشرة في المئة من الثمانينات. حتى الان دائما كيبقى واحد تسعة ولا عشرة في المئة. ماكيش تراجع في عدد النسق. لا ماكيش تراجع. فين كين تراجع. كين تراجع في المدينة. في المدينة كلاحظوا بأنكين واحدة يلتفاع ديال العدد اللي مكيش. ولكن كين الأسباب أخرى. مشي الأسباب ديال الأسعار. أسباب السكان والحياة في المدينة كلها وكأن هذه المنحة في جميع المدن الكبرى مع تطور المدن ومع التمدن يوقع واحد. هذه المسألة الثانية مهمة على قضية الوساطة. نحن في الإحصائية التي نقوم بها في تقييم العيد أشكال القاوة. القاوة مثلا بأن يتم مقتناء الأضحية للعيد في 47% من الأسواق الأسبوعية. والأسواق الأسبوعية نحن نعرف بأن كيف فيها كذلك واحدة العملية تقليدية قديمة. هذا ليس النقل الذي يدخل ويشري حوله في الصباح ويبيعون هذا ويبيعون هذا ويبيعون هذا. يعني من عند الفلاح الملكين تجدل في الله. المستهلك الهائي. ويكدير وزارة فلاحة بالدعم ديال الشعير والسبعات المليون والعشرات المليار التي كان أعطاها جلالة الملك لمساعدة العالم القاروة ومساعدة الفلاحين. إذا لم يخفض تكلفة. هذا كل شيء قدرت وزارة الفلاحة بواحد طريقة ناجحة. وكل شيء يستفد أكثر من مليون ومئة ألف كسب. كلهم يستفدون من هذه العملية ديال توزيع الشعير وتوزيع ألف مركبة. وكان عندها واحد دور كبير. باش نوجده هاد العرض اللي كيندبه ونحافظه على القاطع ديالنا. وخليل أخذ النقطة دي نسوي السيمجدوب. سنعود إلى القضية الوسطى. من اللي السيمجدوب يكون هاد الدعم يتكلم عن السعر. هاد الدعم الأعلى والشعير. وهذا يعني عمليا الدولة تدخلت باش كلفة الإنتاج ديال هاد الحولي والذي هاد الماعيز. ما تكونش مرتفعة. يعني مبدئيا ستنعكس على الأسعار. هو رغم هاد شي كله كتقول أنت بتصررون على أنه تكلفة الإنتاج ديال هي اللي كتعطينا الأسعار كتكون مرتفعة. كان جو ديال حوج. كان بالنسبة للمدخلات. كان المحروقات اللي تكلم لها الأستاذ اللي ارتفعت وحتية من المدخلات ديال 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 إنتاج الحيوانات. لأنه فيها التنقول فيها الماء فيها يعني كل حجرة فيها الوسطى كما قال أستاذ منقدور لأنه الوسطى كيمشي لواحد السوخ أسبوعي. يمكنش بواحد الثمان. يجب أن يديه لواحد لمدينة قريبة وعنده محال دياله. هادك الثمان يقتر يتفع بواحد شكل كبير لذلك الربح مدهش الكسام. يعني هناك إن واحد المعادلات اللي في حقها كتتحكم. كين دعم ديال الدولة بالأخص في الشعية. وكين يعني يعني الحيوان والمجدرة الصغيرة كتأكل مش غير غير الشعير. كتأكل الشعير وكتأكل مواد الخشينة اللي هي التبن والفصال. والمهم قاعد الفوراج كامل. هذا من حيث في اثنان سنوات ديال الجفاف إنتاج الوطني ما كينش. الأتمينارها كانت يعني خيالية ديال وضروري أنه النصف ديال الماكلة رأها ديال المجدرة الصغيرة. عندي واحد كلام خور بالنسبة للأستاذ اللي قال مليار وميتي. ألف ومئتين مليار اللي كانت دخول العالم القاروي. يمكن غيرت نصر مليار. أنا قدرت العملية حيثي هي. مهما كان العدد. نصر مليار. مهما كان حالو يمكن له كان يكون العم زيان. والمراعي ممتازة جدا. ما غادش تدخل هذيك للعالم القاروي. لأنه العالم القاروي كان الأعلاف اللي كانت تشرى رأها تخرج قبل. هذه الفنس كانت تخرج قبل. الباقية اللي كانت تمشي رأه الكساب إلى شاطل واحد عشرة في المئة من ذلك الشي في بعض السنوات. وهذه السنة مهما أنه لكين دعم وكين إنتاج ولكن كين مجهود كبير اللي باش يوصل لهذه الحيوانات لهذه المستوى هذه. أنا نعطيك المقارونتي بأن مجموعة هذه الكسابة يالله يلاجة مقد مع المصاريف ديره. لماذا؟ لأنه متعود وحرفته. ما يمكنش. أنا عبدو ربي كساب. ما يمكنش. ما يمكنش. ما عنديش حرف أخرى. يعني عمليا بها الدعم وهذه المجهودات. ما سابتش منها الكساب. ما سابتش منها المستهلك. لا بلاكس دعم. دعم ديال الأعلاف. نحن نسميه. نحن ما نسميه دعم الكساب. أرى دعم المستهلك. لأنه باش رحنا في هذا المستوى دياله الأتميناء. لا دعم. وكين ما كانش الدعم كين موقف شهر ثلاثة أربعة خمسة في ألف وثلاثة عشرين. ما يكونش المستوى ديال القطع في هذا الوقت. ويمكن كان يكون مشكلة آخر ديال العيد. العدد يكون قلما. لأنه لما كانش التوالد. ما يمكنش يكون. يعني يرى الولادة ديال التزوج ديال تلاتة عشرين. واللي وصلنا واحد للجموعة ديال أعداد ديال القطع في هذا الوقت هذا. يعني. يعني. بالنسبة لنا مقارنة مع مجموعة ديال الدول. قرحت هذه الأتميناء أخرى. كذبنا فعلا مرتفعة. ونقول الكلام اللي قال الأستاذ. لماذا يعني. يعني غير. كان نشوفه غير. غير حيوانات ديال العيد الأضحى. فهذه السنة هذه. على استثناء. هي هذه السنة والسنة اللي مضات. وكان كان مجموعة ديال المواد اللي طلعت في الأتمينة. ولكن ما كان هضروا شعينيها. لا هضرنا عليها أستاذ. لا. هضرنا على الخوضة. هضرنا على الفواكه. هضرنا على غير من كي يجيبونا الإعلام. كان وصل الصوت ديالنا. وإلا دائما. كان نقوله بأن المشكلة القدرة الشرائية في المغرب تهزت. هزة قاوية جدا. لا يعقلها أستاذ. اشتنى نقول لكم هذه القضية. كما نقوله السنوات الخير والبركة. وكان موجود. بالنسبة لي أنا ألف درهم زيادة ناقصة. ما عندي مشكلة. ولكن دابرة القفة طافعت من مئة درهم إلى مئة وخمسين درهم. المئتين درهم وصلنا لها. الحمد لله بعض الدول اللي دارت بعض الرسم الجمركية. وبعد الضرائب اللي خلت الخضر واحد شوية أن أرخل. ولكن إذا حييتها قدام مريطانيا. سترتفع لنا الأتمان. أنا اللي رأني ما فاهموش مزيان. وبغينا يفاهموه لنا الإخوان. الدولة كدير استراتيجيا. الآثار ديالها ما كيانش. على المستهلك. أنا اللي قلت له أنت باش يعاونوا المستهلك. لا سيدينا يعطوا هالي فلوس. ما نشريش أنا. ما نشريش العيد. ما ناكلش الأخر. نمشينا كل حود. لا. هذا ما معا من ستاشرت الدولة باش تأخذت هذا القرار. بعدها هي أولا. رأي سمح لي. رأي مين كتجي. كتتأخذ شي حويج. كتقول هذا هو الصحيح. سمح لي. دبا السيد الكاتب العام. شرح بأنه 47% كتأخذ في الأسواق الأسبوعية. بمعنى 47% انتع الدعم يدي هذك سيد اللي يجاي الصباح بالشناق ويمشي يروح. رأي قسنا نقوله الصحي. رأي بغيت أنا الفلاح يدي الربوع انتع ذك سيد رأي يدي الشناق. وغادي يربح الفلاح أنا ما عالف الله. المنتج اللي كيتكرفس وكيعد ويربيه هذه. الله يحسن عونه. الوالد ديالي الله يرحمه فلاح. وراني نعرف هاد شي. ونعرف تكلوه فانتع الشاتش حال تسوى. ولكن نقولك بعض القضية أستاذي. مقارنة معنا السنة الفارطة. هاد السنة كانت شتا. وهذا رأي أكد عليه. لا. ما شيف جميع المناطق. بعدها على الأقل بعد المناطق. بحال الزعير بحال هذه بحال هذه. الحمد لله. يعني المواشي راها ترعى. ما نشوفه العام الجاي هذه. ما ركش فاهمني يا راه ما زال نسمع عقلية. أو سجل السيبرة. العام جاي نسمع نفس الموسيقى نتاع الحكومة. سمعنا هذه السنين يا أستاذي. سيدنا اللي نصروا. قالهم وفرو. المخزون استراتيجي ديالنا. هذه الأربع سنين من اللي قالها. نالي جاد كوفيد. وصمخزون عندنا. ما عندناش الحبوب. ما عندناش القازوال. ورقوا عارفين الفضيحة اللي وقعت نتاع المحروقات. سبعتاشر مليار مشات. مجلس المنافسة. حكم على ذوك الناس. خلقاهم كما نقوله دائرين تفاهم بيناتهم. وغرمهم مليار وسبعمية. ما شي معقول. مجلس المنافسة يكون قوي. نهار اللي أنا أسمح لي. أنا كنت نهار اللي دعتها المغربة. الوضع المتميز. وكنا نحن في اللي جان. اللي كان توضع القوانين. باش تكون هناك توازن ما بين القوانين المغربية. والاتحاد الأوروبي. من القانون الأول اللي اشتغلنا عليه. هو حرية الأسعار المنافسة. شنو كيقول حرية الأسعار المنافسة. عارفين هالدول اللي تبقتها في العالم. ماشي احنا اللي ولا. احنا آخر واحد ما يدرك قانون حرية الأسعار المنافسة. كيقول لخصنا مجلس منافسة. قوي. يضرب على أياد المتضاربين. واللي كيتفاهمه. واللي حد الآن ما زال الحكومة. تكلم في مناسبة على رمضان. يقول لكم مراقبة الأسعار. ما كانش مراقبة الأسعار. خلينا في العيد السيب القدر. لا رايز رايز. هذي رايزنا الأستاذ. رايز شي مرطاب تبشي. صحيح صحيح. لو أنني أنا عندي القدرة الشرائية دابة مرطافة. رايز نبغي نبرع أولادي وندين لهم الشاعرة كما قال الأستاذ وهذه وهذه. ثانينا أستاذ. العداد يلا عندكم هذه الإحصائيات أنا أشكوا فيها. نقول لك بكل صراحة لأن المدن وخصوصا لزوتال. كنقول لهم الفناديق. أو لو رايز شو المراقبة الشراء قادير وشوف. أرى أو لو الأعداد. رايز نخلع. حلما واحد كي يجي عيد تما مقابل واحد يومين نتاع العيد وهذه وهذه. الأهل اسمح لي. الآضاحي العيد. نقص الخدرة الشرائية ما كانيش. أنا بغيت نجيبهم لك نجيبهم لك نجيبهم لك نجيب لك لوزارة الفلاحة واحد الميتين واحد غي قراء بغي هنا. راني غيف الربط ما زال ما هوتش الوجده. كي نوود الوجده نجيب لك ممكن واحد الميتين ألف ولا تلتمية ألف. لي كي يقول لك ما ناش. واخوة ولكن يسبب القدرة الشرائية والمواطنين تضررون. ولكن راهكين اللي كي يقول لك من العوامل لهاد ارتفاع الغلاء الآضاحي. راههم المستهلكين. لا. إذن هالي اخوان هات الشهادة لكين فهذا الفيديو في هذه الحلقة. لا تنسوش اللايكات و لا تنسوش أيضا أبنوا في القناة إلى كنتوا أول مرة تشوفوها. إلى فيديو مقبل وإلى حلقة مقبلة والسلام عليك.